ضحية جديدة من ضحايا مجزرة أورلندو توار الثراء ويتعلق الأمر ببريندلي ماركيز ميكول وهي أم لأحد عشر ولداً كانت ترقص مع ابنها في الناد الليلي عندما فاجأهم القاتل ويقول ابنها أشكركم جميعاً على دعمكم والدتي تحبكم جميعاً وقد نشرت الشرطة الفيدرالية نص المحادثة الهاتفية التي أجراها القاتل عمر متين مع الشرطة وهو يرتكب المجزرة وقد عرف عن نفسه أربع مرات على أنه جندي مسلم لن ننشر التسجيل الصوتي لكن القاتل ارتكب جريمته بهدوء ودم بارد وكان يتحدث باتزان واضح لم تستفق أورلندو من صدمتها بعد في وقت يسعى فيه الحزب الديمقراطي في واشنطن إلى انتهاز هذه الفرصة للدفع بقانون يحد من انتشار السلاح لكن الأغلبية الجمهورية في الكونغرس رفضت الطلب وفي نقاش حاد بهذا الشأن اتهم الحزب الديمقراطي الجمهوريين بأنهم مدللون عند لوب السلاح الأمريكي NRA 90% من الأمريكيين يريدون تشديد قوانين السلاح لكن لوب السلاح يرفض ولهذا السبب لا يغير الجمهوريون شيئاً رفضت الأغلبية الجمهورية الاقتراح الذي تقدمت به السيناتور ديان فاينستين لا يوجد في الاقتراح الذي تقدمت به النائب فاينستين أي تعديل أو تحصين يمكنه أن يمنع حدوث جريمة أورلندو أما أقارب الضحايا فيصعب عليهم تصور القرار الذي اتخذه الكونغرس ترجمة نانسي قنقر